زايد زبدت ما قاله بلينكين الآن ونقاط الطلاق التي بين الأمريكيين والأوروبيين كما ظهرت نعم ديما من الواضح أن وزير الخارجية بلينكين يشرح موقفه اليوم للجمهور الأوروبي أكثر مما كونه يتحدث بأشياء جديدة ربما دفع عن فكرة عدم الذهاب إلى حظر الطيران أو فرض حظر الطيران بسبب أن ذلك قد يقودنا إلى مواجهة شاملة في أوروبا إلى حرب شاملة كما اسمها في أوروبا هذه النقطة ربما تحدث عنها كثيرا هنا في الولايات المتحدة أيضا كانت هناك مخاوف من ما يصفه بالغزو المتهور لروسيا لأوكرانيا طبعا كلمة المتهور استخدمت اليوم كثيرا هنا في واشنطن وأيضا يبدو أن وزير الخارجية هي من ضمن نقاط الحديث التي يستعين فيها للحديث على موضوع استهداف المفاعل النووي أكبر المفاعلات النووية في أوروبا أيضا يعني ربما الخلاف الوحيد ربما بينما سمعناه اليوم في البيت الأبيض وما سمعناه من الوزير بلينكين هو موضوع صادرات الطاقة يعني يبدو أن الوزير بلينكين يقول بأنه صادرات الطاقة أو قطاع الطاقة الروسي لن يفرض عليه العقوبات في الفترة الحالية لأنه ليس في مصلحة المصلحة الاستراتيجية للدول من بينها الولايات المتحدة الدول الغربية عموما ولكن يعني بلومبرغ تحدثت قبل قليل ديمة عن أن الولايات المتحدة فعليا تبحث وقف شراء الغاز والنفط الروسي طبعا النفط الروسي تحديدا الولايات المتحدة لديها 670 ألف برميل يوميا تشتريها من الأسواق الروسية تقريبا 10% من استهلاكها من النفط فيبدو أن ذلك يتم بحثه الآن ولكن يبدو نقطة العائق الوحيد هو الإجابة على سؤال معين وهو ما إذا توقفت الولايات المتحدة عن شراء هذه الكمية هل ستذهب إلى مشتر آخر أم ستبقى في روسيا في حال تأكدت يبدو أن واشنطن إذا تأكدت من أن لا يوجد مشتر آخر لهذه الكمية فإنها ستوقف شراءها من الأسواق الروسية وهذا ربما يضيف أيضا ضغطا إضافيا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا في هذه اللحظات كان هناك ديمة مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع البنتاجون تحدث فيه جون كيربي عن تفاصيل الاتصالات التي تجري بين الجيشين الروسي والأمريكي طبعا هناك خط لفك الاشتباك تم تأسيسه منذ يومين ينطلق من القيادة الأمريكية في أوروبا في شتوتغارد ألمانيا إلى وزارة الدفاع في موسكو يحاول تفادي أي مواجهة بالجيوش التقليدية على الحدود الأوكرانية مع الجناح الشرقي لحلف الناتو وأيضا هناك قلق أيضا من السلوك الروسي في الساعات الماضية بالقرب من المفاعلات النووية أيضا ما كان لافتا ديمة قبل قليل دعني نبوي هنا الصور التي نتابعها الآن إلى جانبك هي صور لجون كيربي متحدثا من الفنتاجون تفضل زيد نعم طبعا كان هناك أيضا اتصال هاتفي بين الرئيس بايدن والرئيس البولندي طبعا شكره على استقبال المئات من الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين ويبدو أنه أيضا يأتي استعدادا لزيارة نائبة الرئيس كاميلا هاريس إلى بولندا يوم الاثنين هذه الزيارة التي أعدت على عجل سوف تجري مشاورات هناك بشأن الوضع في أوكرانيا بالإضافة إلى زيارة القوات الأمريكية الموجودة هناك هذه فعليا نحن لدينا ثلاثة مؤتمرات صحفية في هذا الوقت من بينها كان وزير الخارجية أنتوني بلينكين أيضا كان هناك نقطة معينة هناك ضغط كثير هنا ديما عما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب أم لا طبعا المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأنه يتم تقييم ذلك ولا يوجد أدلة واضحة حتى هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر